موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نجيب فيها عن سؤال لماذا لم يظهر الرئيس عبد المجيد تبون وهو ينزل من الطائرة أو بصيغة أخرى لماذا لم يظهر الرئيس عبد المجيد تبون وهو يمشي على رجلين أو بصيغة أخرى ترى هل عاد الرئيس عبد المجيد تبون على كرسيه متحرك في البداية إخواني الكرام الذي أرجوه هو نشر وتوزيع هذه الفيديوهات التي لا نريد منها شيئا سوى نشر المعلومة الصحيحة وتعليم الناس وتدريبهم على العقلانية والنقاش وتبادل الأفكار هذا الذي نريد كنت بالأمس يوم ثلاثاء تسعة وعشرين ديسمبر الفين وعشرين صباحا أعلنت عن خبر عودة الرئيس وهو الذي تأكد بالفعل النساء وبناء عن مصادر مطلعة وقلت في الفيديو الذي نشرته أن هذه المصادر لم نعهد منها المعلومات غير الصحيحة أفادتني مصادر لم نعهد منها الكذب أو الخوض في أمور غير صحيحة أن الرئيس عبد المجيد تبون سيعود هذا اليوم الثلاثاء تسعة وعشرين ديسمبر الفين وعشرين إلى الجزائر بعد رحلة دامت نحو شهرين من العلاج في الخاي ومنذ 13 أكتوبر لم يظهر أيضا الرئيس إلى غاية اليوم حيث وصلتنا أخبار كما ذكرنا أن الرئيس سيعود هذا اليوم كيف سيعود الرئيس وكيف سيظهر لا نملك أي معلومات ترى هل الرئيس سيستقبل رسميا في المطار وتقام له استقبالات رسمية أعتقد بأن هذا الذي قيل بأنه من الممكن أن يحدث ولكن هذه الجهات لم تجزم بشيء لكنها أكدت أن الرئيس سيعود اليوم إلى أرض الوطن الآن الساعة الحادي عشر وعشرين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء تسعة وعشرين ديسمبر الفين وعشرين حيث نقوم بتسجيل هذه الحلقة والتي سنبثها بعد تحميلها وتركيبها نؤكد على أن هذه هي المعلومات التي وصلتنا ننتظر لاحقا كيف سيظهر الرئيس حتى نتحدث عن المرحلة القادمة وما يجب أن يكون في ظل ما عرفته الدولة الجزائرية وما عرفه المسار من انقلاب صار واضحا وكنت دائما أتحدث من قبل أن السلطات لم تعد الرئيس لأسباب أن الوضع الصحي ليس على ما يرام وأنهم ربما أجلوه كي يرجع وهو يمشي على رجليه وأنا أقول لكم من حيث الوجه العام أنهم سارعوا بإدخال الرئيس وعدم إظهاره وهو يمشي على رجليه بسبب قانون المالية الذي يجب أن يوقعه قبل نهاية السلطات لما نشرنا الخبر كذبونا كذبنا الكثيرون وهناك من أراد أن يضرب المصدقية ويقول كنت تقول بأن الرئيس ما وما إلى ذلك من الدعايات الفارغة بعد ذلك وصل الحال إلى نشر صورة والتي تشاهدونها والإشادة بها بعودة الرئيس والغوغاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتداولها من دون أدنى بح يا أخي الفضاء مفتوح علم نفسك أنك تبحث عن المعلومة الصحيحة علم نفسك أنك تخدم دماغك وتوصل للحق وحدك ما تحتاجش الناس يوجهوك تجيب صورة هذه وتقول بأن الرئيس ها هو رجعه وموته بغيظكم أيها أيها مش نعارف واشو والسب انت عن الناس اللي كانوا يتحدثوا في معلومات أخرى هذه الصورة أخذت في يوم 20 جنوبي لما عاد الرئيس من ألمانيا بالفعل بداية أعد منذ قليل إلى أرض الوطن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بعد مشاركته في أشغال الندوة الدولية حول الأزمة الليبية ببرلين كان ذلك بعد مشاركة في منتدى برلين حول ليبيا ولحظنا البارحة أن نشرة الثامنة تأخرت ست دقائق والفيديو الذي تم بثه أعد بعناية فائقة لماذا لم يظهر الرئيس وهو ينزل من الطائر سؤال دارك النار في الهشيم في شبكات التواصل الجديد ولا نملك الجواب النهائي لكن نملك قراءة إما أن الرئيس عاد على كرسي متحرك أو أن الرئيس يمشي على عكاس أو أن الرئيس يرفدينه زوج حكمينه ويمشو فيه هذه الاحتمالات الممكن أو أن الرئيس عاد يمشي على رجليه بصريقة صعبة ولم يظهره نبدأ نقرأ هذا الاحتمال نبدأ من الأخير أنه يمشي على رجليه ولم يظهره ليست مشكلة أن يظهر هكذا مدامة رجله اليمنى فيها ما يثبت أن الرئيس دار عملية جراحية أو تعرض إلى كسر أو تعرض إلى شيء ما وأمر آخر أنه يعتمد على شخصين ربما ستفتح التأويلات ستفتح كذا أنا أستبعدها الأرجح أن الرئيس عاد على كرسي متحرك ولماذا تفادت السلطات إظهاره؟ لأن هذا الكلام دار كثيراً عبر شبكات تواصل اجتماعي وأنني أنا شخصياً قلت من المحتمل أن السلطات تفادت إعادة الرئيس حتى لا تظهره على كرسي متحرك كي لا يعيد إلى المخيان الجزائري عودة بوتفليقة ويرسخ أن الرئيس عاجز عن ممارسة بهب إذن ظهر من قبل في 13 ديسمبر 2020 وفي ذلك الفيديو عبر شبكات تواصل اجتماعي وهو جالس وظهر أيضاً عند عودته وهو جالس ورجله اليمنى فيها الشيء ما ترى هل كورونا تؤدي إلى هذا؟ هذا سؤال ترحوه ولكن أنا أجزم لكم أن الرئيس أصيب بكورونا نعم أصيب بكورونا ترى هل حدثت له مضاعفات أخرى؟ وصلت إلى الأمر إلى الجلطة مست له رجله وأجر عملية جراحية في رجله أو شيء من هذا القبيل كلها تساؤلات مطروحة وخلت الناس تشك حتى في كورونا هناك بعض الممارسات التي حدثت وخلت الناس تشكك في كورونا بل أن الشك بلغ مداه بصورة الرئيس وهو راجع شوفوا أمرها آخر ظهور للرئيس تبون قبل إصابته بفيروس كورونا كان يوم 15 أكتوبر واجتمع بذلك اليوم واستقبل وزير الخارجية الفرنسي بعد ذلك الـ 15 اختفى تأجل مجلس الوزراء الذي كان سينعقد يوم 18 أكتوبر يعني ثلاثة أيام في 24 أعلنوا أنه دخل بسبب إصابات إصابات تعرض لها مسؤولون في الحكومة والرئاسة لم نسمع أن مسؤولا أو وزيرا أعلن الحجر الصحي بعدما التق مع الرئيس وهو الطبيعي لما أصيب ماكرون الناس اللي التقاهم ومنهم وزير الأول وغيره دخلوا في حجر صحي مباشرة لأنهم التقوا بالرئيس والرئيس في فيروس لم نسمع هذا لم نسمع الوزير الأول وهو الذي يلتقي بالرئيس أنه دخل في حجر صحي وهذا تساؤل طرحته منذ البداية نقول ربما دخلوا ولم يتكلموا عن ذلك إعلامية وزير الخارجي الفرنسي لم يعلن شيئا وأعتقد أن الوزير الفرنسي لو دخل في حجر صحي لا أعلنوه بسبب لقائه مع رئيس الجزائري الذي أصيب بكورونا سؤال ترى لم يحدث هذا نقول ربما حدث وتم التعتيم عليه إعلاميا خاصة أن السلطات الجزائرية لم تعترف رسميا أن إصابت رئيس الجمهورية بكورونا إلا بعد فطر إلا بعد فطر وهو في إلمان لم تخبر الجزائريين بإصابته قالت في البيان الأول أنها حجر صحي طوعي أنها توسئ من الإطباء أنه يمارس مهامه ويتواصل مع المسؤولين وما إلى ذلك وبعد ذلك لم يظهر شيئا نترك هذا جانبا خليها علامات استفهام ستجيب عليها المرحلة القادمة وهذا يا إخوان لا يعني أنني أشكك في إصابة الرئيس تبون بكورونا الرئيس أصيب بكورونا وأصيب قبل التاريخ أي قبل 24 أكتوبر 2020 الذي أعلنت فيه رئاسة الجمهورية وأعلنت تبون أصلا على حسابه في تويتر بأنه في حجر صحي طوعي بسبب إصابات طالت مسؤولين سامين في الحكومة والرئاسة لا أشكك في هذا لكن تداعياته وما ترتب عنه هذا وضعت عليه علامة استفهام ظهور الرئيس ورجل اليمنى مصابة ترى ماذا حدث ما هي التداعيات أنا سألت أطباء قالوا ممكن أن كورونا تؤدي حتى إلى جلطة وجلطة تؤدي إلى أشياء أخرى أخرى نخلي المختصين في هذا المجال يتحدثوا فيه إذن الرئيس لاحظنا عدم إظهار إلا وهو جالس يتحدث فقط لم يظهروه واقفا معناها أن الرئيس لا يستطيع الوقوف ما يستطيع الوقوف لو كان يستطيع الوقوف لا أظهروا لقطة فقط وهو واقف يتحدث مع الوزراء هذه النقطة الأولى كيف نزل من الطائرة الأرجح أنه نزل على كرسي متحرم سوف يسأل آخرون ربما بعدها ما نتكلمون بث هذا الفيديو بعد ذلك يظهر مجلس الوزراء يظهر الرئيس واقف واقف في صورة قد يقف لثواني في صورة يسوروه قد يظهر أنه جالس قد ننتظر كيف سيوقع رئيس الجمهورية قانون المالية إذا وقعه واقفاً معناها أن الرئيس يستطيع يقف ولكن لا يستطيع أن يصمد كثيراً أو لا يستطيع أن يمشي ممكن جداً وإذا أظهره وهو جالس فقد توقع وبعد ذلك يقف إلى صورة صورة الإشكالية أن الرئيس الأرجح أنه لا يستطيع المشي حالياً بسبب ربما عملية جراحية في رجل ربما جراحية في رجل وربما طاحت كسرة رجل الله أعلم أن مهم رجل مصابة وأكدتها الصور مش نحلة اللي جبنا الكلام لأنه لو كان الرئيس ظهر يظهر واقف ولو للقت واحدة لا أظهروه عدم إظهاره معناها موقفش أمر الثاني أنه التقرير تلفزيوني كان مختصر حقيقة أنه الرئيس يغيب وكان تم نقل على جناح السرعة في وضع صحي سيء وفي غيبوبة وكادي موت يعني يرجع من الحياة التلفزيوني يقتصر على بعض الدقائق فقد كلمة قالها الرئيس وأولاً لم يتم الإعلان مسبقاً أن الرئيس راجع ما هي الإحتياطات الأمنية؟ هل من الأمن القومي أن الرئيس رح يعلن أنه جاي؟ خاصة أننا أعلننا صباحاً وانفردنا بخبر وصول الرئيس في ذلك تبقى إن شاء الله حتى مسار الطائرة الرئاسي وكانت لدينا معلومات ودرت بثيت فيديو أكدت فيه بأن الرئيس سيعود هذا اليوم وكان يوم الثلاثة وبالفعل أرجعنا يعني أنتم على الأقل لما شفتم هذا الخبر مشاه على الأقل تكون من الناحية المهنية أن عودة الرئيس ما تخليهاش تخرج من جهات أخرى لو كانت الأنباء نشرة لا صفحة رئاسة الجمهورية من المفروض صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك هي مصدر للأخبار التي تتعلق بالرئيس والرئاسة يعني أنت حتى خبر عودة الرئيس لا تعلم عنه شيئاً حتى بعد ما يبثوا التلفزيون في نشرة الثامنة وتم تأخير نشرة الثامنة بدون أن يعرفوا شيئاً الوحيد اللي على باله هو هو مدير عام التلفزيون حتى الطاقم جهزوا النشرة ويقولوا لهم انتظروا وتم تعطيل النشرة من دون أن يقال لهم شيئاً حتى في اللحظة الأخيرة في الدقائق الأخيرة قالهم أقروا هذا الخبر فقط لم يكنوا على علم بشيء إذن طريقة فيها تعتيب فيها غمور فيها غمور كبير فيها أنا قلت لكم رحلة الرئيس هذه منذ مرض كشفت الكثير جداً كشفت واقع الصحة في الجزائر كشفت واقع الإعلام في الجزائر كشفت واقع الرئاسة في الجزائر كشفت علاقة الرئيس بالمرؤوسين بالمسؤولين كشفت الكثير من الأمور كشفت علاقة المؤسسة العسكرية بالرئاسة كشفت الكثير من الأمور التي لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أبداً السكوت عنها وعلى الرئيس مدام عاد وسيمارس مهامه سواء كان على كرسي متحرك أو يمشي أو هو قال أصلاً بأنه لم يبق إلا القليل يعني أنه لم يشف تماماً آمن وواضح أنه لم يشف تماماً وإن كانت ملامحه مختلفة على الملامح التي ظهر بها منذ 16 يوم أي يوم 13 ديسمبر 2020 أمر آخر أمر آخر مهم أنت واحد مرض بكورونا وصل للموت قعدت شهرين في الخارج وبعد يرجع حتى الكمامة ما كانش على الأقل حطها في رقبته أسيدي حطها هكذا شوي وبعد نحيها كي يبدأ يهدر يدل بأنه أخذ احتياطات صحية كاين اللي دايرها وكاين اللي مشه دايرها خلاص حتى اللي دايرها دايرها هنا فقط في لحيته ما كانش نمغطي بها نيفه أنت الآن تستقبل في رئيس دخل الإنعاش ودخل في غيبوبة بسبب كورونا وبعد ذلك ما يتخل يديرش احتياطات صحية دول تتعر رؤساء لو يظهروا بهذه الطريقة ينتقدوهم بأنت بهذا كيف تشجع الجزائريين وتعطيهم صورة مثالية على ضرورة احتياطات الصحة واتخاذها في ظل هذا الوضع الوبائي أنا لما تسألت عن هذا جاي اللي يقول لي خلاص رأه أخذ الحقنة وانتهى الأمر الأمر مش فرأة وقضية شخصية فقط القضية أيضا أن الرئيس هو مثال قال للجزائريين غدوك يدعيهم إلى اتخاذ تدابير إرصحية يقولوا كيف تدابيره لكن انت ما اخذتهاش حتى دخلت غيبوبة ودخلت غرفة الإنعاش وشهرين وانت في سبيطار في الخارج وحتى كروحت ما حتى الكمامة ما درتها هذا وش تخل كيفاش يقره المحلل السياسي إما يقره تهاون واستخفاف بالمرض وهذا شيء سيء لرئيس دولة وفي صورة ومشهد رح يتناقله وسائل الإعلام في العالم أمر آخر أن الرئيس ممكن لم يصب بكورونا أصيب بشيء آخر والرئاسة تكذب وهذا أيضا شيء سيء يعني أنا أقول لكم هذه رهي احتمالات المشاهد والمحلل الذي ينظر إلى هذه الصور ماذا سيقول؟ سيطرح الكثير من التساؤلات عن هذه الصورة التي ظهر بها الرئيس من المفروض أن الرئيس يظهر يظهر وهو واضع كمامة وماخذ احتياطات الصحية وبهذه الطريقة يعطي صورة مثالية على أن الرئيس كان حقيقة مريض بكورونا وأنه يحث على ضرورة الأخذ من الاحتياطات الصحية وبهذه الأمور طرح لا ندري هل لما نزل من الطائرة أنزلوه من الطائرة سلم عليهم كيف الطريقة؟ غريبة جدا عجيبة عودة عودة نعلم بها نحن اللي موجودين في الخارج ومن المصادر المصادر هذه اللي خبرتني أنا وخبرت ربما آخرين وخبرت جهات أخرى ما خبرتش وكالة الأنباء وما خبرتش أين الإعلام الجزائري المستقل؟ هل لم تصلكم هذه المعلومة؟ أنا انشرتها من الصباح؟ ولا ولا وسيلة إعلامية ولا وسيلة إعلامية اهتمت بالموضوع هناك خوف كأنهم عندهم أوامر ما يخضوش في هذا شنه هذا؟ أنا راني راني إعلامي يجيني خبر نتأكد من مصادري حبصت شيء أنه نقول بأنه الإعلامي الفلاني أو الجهة الفلانية نشرت خبر عودة الرئيس هذه التساؤلات تخلي الناس تشكك في كل شيء يأتي بالرئاسة الجمهورية أنا قلت لكم ما حدث مع مرض الرئيس ضرب ما ما تبقى من مصداقية الرئاسة المعلومات التي أعطيت كلها كانت مظللة كلها كانت كاذبة بدأوا يكذبوا 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 حتى في ظهوروا وعودتوا كذبوا قاعدوا يكذبوا ويظللوا 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 حتى في عودتوا مارسوا التضليل مارسوا التعتيم مارسوا التشويه أنا لا أدري أنها دولة عندها مؤسسات إعلامية تتعامل مع رئيسها بهذه الطريقة وتضرب له مستقيته بطريقة غريبة وعجيبة أمر أيضا لاستقبال كان ضعيف بتفليقة لما كان يروح ويرجع يفرشونه السجاد الأحمر وديرونه لعزفونه النشيد الوطني هل هذه الإجراءات تمت؟ أنتما خايفين ظهر الرئيس على كرسي متحرك؟ تخايفوا ظهر الرئيس يمشي على عكاس؟ وعادي جدا ظهرته في كرسي ورجله مصاب عادي عندكم بالنسبة لكم عادي كأنه الناس عميان ولكن والله أنا أقول هالكم الإعلام الرسمي الجزائر اللي يعتمد على الدباب الإلكتروني في مواقع الأنترنات لنشر معلومات واتوا الدفاع عن الرئيس لا تنتظر منه خيرا لا تنتظر منه خيرا بصوا صفحات تنشر صور الرئيس هو راجع من ألمانيا ويمشي على رجله ويقول لك موتوا بقلوبكم يا اللي كنتوا تقولوا بالرئيس مايرجاش ولا أنا ما سمعت واحد قال رئيس مايرجاش شخصيا ربما قالوها أخرين لا أتابعهم لا أدري ولكن كانت تساؤلات كلها عن وضعه الصحي وثبت بأن وضعه الصحي مش اللي قالت الرئيس الجمهورية هالرئيس بنفسه اعترف قال بأنني نقلت على جناح السرعة أيها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخدتوا إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورو مش معنى واحد بشر ينقل على جناح السرعة إلى ألمانيا هل هذا معناها هل هذا معناها أنه عادي جدا وبنصائح من الأطباء لإجراء فحوصات معمقة مثل مقالة رئاسة الجمهورية واحد لما ينقل على جناح السرعة بسبب ما أصابه جراء مرض فيروس كورونا أراها في وضع بائس وهذا اللي قلناه قلنا الرئيس نقل في غيبوبة والرئيس بقي مدة في ألمانيا في غيبوبة ولم يستعيد عافيته إلا يعني أنقذوه أمر آخر الناس بالغت في التهليل نحن مانا هنا بسبب صناعة أصنام نعم أنتم تريدون صناعة أصنام رئيس الجمهورية يعود مرحبا بي في بلاده رجع الجزائر رجع البلاده يمنى مستقبل البلاد مش مستقبل الرئيس هل الرئيس هذا اللي طبلوا عدتوا مرحبا لو أخرين يقولوا فيه في الشعر ويخرجوا يحتفلوا هل راح عالج في مستشفى جزائري وخارج من مستشفى جزائري وتم إنقاذه راح الألمانيا وعالج عند الألمان والألمان اللي أنقذوه الجزائر ما فيهاش حتى مستشفى واحد يمكن أن يعتمد عليه لمعالجة عوام الجزائريين أين الوضع الصحي الجزائري أينها مثل هذه الأمور كفاكم كفاكم عبثا كفاكم بهدلة للجزائر غدوة راح يوقع قانون المالية كيفاش راح يه ظهروا لو كنتم صادقين مع الجزائريين لك الأمر عادي لو قلتم في البداية أنه أصيب بكورونا وأن الفيروس تهر له مضاعفات وأن أجر عملية جراحية على رجله الرئيس له ما يقدرش يبشي ولكنه بعد حتى يتعافى من العملية الجراحية كانت شفافية والرئيس بحبلاته قال من قبل بأنه على الجزائريين أن يعرفوا كل شيء استنيوا اللي رهم يتحركوا اللي كانوا يلعبوا بالملايير وركم تشوفوهم ما زالوا في السجن ومئات الملايين تحهم ملايين الدولارات بتتوزع في الخارج شكو اللي يخرجهم شكو اللي يعطى الأوامر شكو اللي وصل الأوامر هذي باش عشر ملايين دولار تخرج في اللي تمشي الفلان ولا فلتان لازم الشعب يعرف كل شي لازم الشعب يعرف كل شي لازم الشعب يعرف كل شي ورانا بالمير صاد ما كونوا مهنيين لا رجعة نوصول بولوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل حقوق انتأوه والقضاء على المال فسد والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون ذلك هذا قالها فيما يخص الأموال التي أين الأموال التي نهيبت خالد نزار رجع الدولة العميقة رجعت بقوة من الذي تغير وعود الرئيس في هذه الكلمة منهي ما زال الوزير الأول يتحدث عن الجزائر الجديدة هذه ما هي جزائر جديدة هذه أسوأ من الجزائر القديمة يجب أن نكون واقعيين علاش هذا الكذب وهذا الخداع سياسة الخداع ما تبنيش دولة بتفليق سنوات وهو يخادع الجزائريين شوفوا ونوصلهم خرجوا الجزائريين وطردوه لازم الشعب يعرف كل شي ما تبنيش دولة وجي الآن تزوق لي بأنه بهذه الطريقة ركدرت جزائر جديدة هذه الجزائر الجديدة لو كانت حقيقة الرئيس لما أصيب يخرج بيان يخرج بيان شوفوا فرنسا مثلا كيف اشتعامل ماكرون مع الفرنسيين ما ظهرش حتى على وسائل الإعلام العمومية ظهر على حسابه الشخصي ليحدث الفرنسيين لأنهم هنا عندهم واحد الحسابات واحد الأمور تتعلق باستعمال وسائل الإعلام العمومية وسائل الإعلام العمومية ليست حكرة للرئيس يديرها يظهر فيها كما يحب شوف هنا قوانين الإعلام هاي وكيف اش كانت ترح تتعامل الرئيس أصيب الرئيس تبين بأنه لحظة بدأت تهظهر عليه الأعراض الرئيس الجمهورية ظهرت عليه أعراض ربما يكون مصاب بكورونا الرئيس الجمهورية بعد ذلك لما يتأكد بأنه إيجابي ورغم أنه ممكن يتأكد في نفس اليوم وفي نفس اللحظات أنه عليه فيروس إيجابي الرئيس راه أصيب بكورونا يا جماعة الرئيس راه بدأت تظهر عليه أعراض قوية الرئيس يجب أن يدخل للمستشفى المستشفى في عين نعجلة يتوفر على وسائل لمعالجة الرئيس هذا طبيعي طبيعي نحن واقعنا الصحي أسوأ من دول إفريقية كانت يضرب بها المثل في المجاعة المهم ولما نقل إلى ألمانيا راه تم ناقله في وضع صحي سيء بعد ذلك يتعافى أي بعد لما يرجع وصلت العملية في رجل أو شيء تكون حتى يرجع حتى تظهر على كرسي متحرك الناس تتقبل هذا الوضع تتقبل هذا الوضع وتثيق فيكم مستقبلا عندما تقولوا الرئيس راه قادر يمارس مهامه راه عادي جدا ولكن أنتم قلتم بأن الرئيس يمارس مهامه في الحجر الصحي الطوعي ظهر كذب قلت بأن الرئيس يمارس في مهامه في عين نعجة وأنتم انتقلتوه ليلا إلى عين النعجة وبعد ذلك في نفس الوقت نقلته على جناح السرعة لألمانيا وبعد ذلك يطلع هو يقول بأنني كنت أتابع أتابع وأنا كذا يعني أنه فيه جزائر يمكن أن يصدق هذا والله استثناني هذا من الناس الغوغاء اللي أصلا هم مش هم صدقين لكن فقط نكاية في فلان وعلان ما يعجبه الشخص ما يعجبه شكله أيضا جيوش الإلكترونية اللي ديرها جمعت الرئاسة اللي ديرها جمعت لفلان اللي ديرينها المخابرات ويجمعها خلينا من جدها هذه رأيت تلقى في أوامر تقول فقط تأدي في وظيفتها على جل باش تدي الخبزة اللي توكل فيها هذه ما نتكلمش عليها ولكن هذا وما تهمكش هذه هذا كل واقع افتراضي يخلق لك أمور أخرى افتراضية ليست لديها علاقة بالواقع الحقيقي روح للواقع الحقيقي جيزي ما صدقوك حتى خبر مثل هذا عودة الرئيس تخليه يأتي من ناس في الخارج وهذه مؤسف جدا مؤسف جدا مؤسف جدا الواقع هذا وتقول لي رأي استجبت لمطالب الحراك في بناء الدولة الجديدة انت اصلا اللي معاك اللي معاك ما وفخوش فيه الدستور اللي درته اللي الناس اللي قال لك راهم يمشوا معاك مليون وستمائة الف جزائري قالوا لا للدستور هذا راهم من الشعبية رفضوا لك حتى دستور وجي تقول بانه بانه من راهي راهي دولة جديدة تستجيب لمطالب الحراك الحراك الشعبي مخرش فقط باش نحبسه ابو تفقيق لانه عاجز صحي نجيبه تبون ونكي مرض تعامله بأسوأ مما كان عليه الأمر في عهد بوتفليق الحراك الشعبي طالب حقيقة بالتغيير والتغيير مش هكذا تنحيلي اوياحي تدخلوا الحبس ويجيب عبد العز جرة هم هذا تغيير تجيب لي بعض الوزراء كانوا يخدموا في البروات بلانتوات عند عبد الملك سلال وأحمد اوياحي وصاروا وزراء ويحاضروا في الشرف الوطني وبينهم حتى اللي قال أسمع نقولولهم يوم أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ما هكذا تبنى الدولة ما هكذا تبنى الجزائر الجديدة إذا كانت تعتقدوا أيها المسؤولون أنكم بهذه الطريقة تبنوا في دولة جديدة وجمهورية جديدة وجزائر جديدة فأنتم تكلبون حتى على أنفسكم لأنكم مقتنعين بأنها لا جزائر جديدة ولا بطيف لا ونزيد قولها لكم ليس نكون واضحين المسؤولي الجزائري لا يفكرون في جزائر جديدة ولا أي شيء يفكروا في الحفاظ على النظام في الحفاظ على مسؤولياتهم في الحفاظ على الامتيازات متاعهم في الحفاظ على مصالحهم وفقط مصالح الدولة الجزائرية آخر من يهتم به حتى الرئيس بحد ذاته رح نشوفه أنا في البداية قلت لن أشكت في نواياه ولكن الآن بعد عودته نشوفه طرح القرارات اللي يتخذها أولاً تجاه محيطه الرئاسي والطريقة اللي يتعامل معه هو شخصياً في مرضه وما يحدث من حوالي أنت جيد وتذكر في المؤسسات أول كلام توجهه للجزائريين وانت في القاعة الشرفية انت مطار بفريق تقول جيش الوطني الشعبي وتشيد بالجيش الوطني الشعبي الدولة رها في مساعدتهم لصباحاً مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير وكل مؤسسات تعد دولة العسكر رها موظفي في مؤسسة لديها دور دستوري يطلقوا أجرهم يطلقوا امتيازات يطلقوا تأمينات يطلقوا كثير سكن وخير بجنرالاتهم وعقداءهم وجنودهم وصف ضباطهم كلهم كل ما ينجيش أنا في كل دورة نشكره يخرج العسكر يحل الطريق بسبب الثلوج لازم أننا في الفيسبوك نسبح بحمد العسكر لأنهم نشكرهم اللي قاموا أرواحوا هنا في فرنسا ولا في دول أوروبية وتشوفوا العسكر وش يديروا وداروا في كورونا كيفاش داروا مخيمات ولا يوما شفت فرنساوي يكتب في صفحته في الفيسبوك ولا أوروبي شكرا للعسكر أراكم أراكم رفعتولنا راسنا بل أنهم انتقدوهم في كثير من الأمور نحن لازم حتى الرئيس عندما يحط رجله في أول في أول شي يمدح العسكر لأنه شينغريحان قابله بهذه الصورة راك تعطي تعطي بأنك مش كنت الرئيس بأن العسكر هي اللي يهمك وما تسميها أنت جزائر الظل وش صاير فيها الناس ما لقاتش لقمة تعيشهم بسبب كورونا ما هكذا تبنى الدولة العسكر ما يحتاج أنك تغازله العسكر يقوم بيواجبه وأنا ما ننتقد في عمل العسكري هو أدر به لكن اللي عندما يجيني الملعب السياسة بهدله إذا أخطأ خاصة أنه أغلب العسكر ما عندهمش خلفية سياسية الجنرالات ما عندهمش خلفية سياسية عندهم خلفية عسكرية كيدخل ملعب السياسة يتصرف بعسكرية وليست في إطار مدني بش نوصل حقيقة إلى أنه أنه نفكك هذه المنظومة رمهنش سهلة الجزائر راهي العسكر متغنغل في كل دوليبها وهذا يحتاج إلى وقت يحتاج إلى أجيال يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى ثقافة ويحتاج إلى وعي لا يتوفر أصلاً في الجزائر بدرجاته وضعيف جداً بلا أن نشر إذن إخواني الكرام أن عودة الرئيس عبد المجيد تبون بلا أدنى شك أنهت فطرة ألمانيا ولكن فتحت كثير من التساؤلات زادت في غموض ما حدث وتحتاج إلى نوع من الشفافية الرئيس ما يجب أن يتعامل مع الجزائريين بهذه الطريقة هذه طريقة بائسة هذه طريقة لا تليق إذا كان أنت تريد من الجزائريين يلتفوا من حولك ويصدقوا مشروعك ويعاونوه في بناء جمهورية جديدة هذه الكلام ما يصدقوه الناس أصلاً اللي ممنين به كرئيس جمهورية ما يمشون صدقين كيف تنتظر من الناس أصلاً اللي أين معاديينك رفضينك نهائياً أو أنهم أو بالنسبة للجزائريين اللي أنك خلوها فرصة فقط لخروج الجزائر من مستنقع كانت تقع فيه ولكنهم لا يصدقون النظام كيف هرح تكسب جمهورية دستور تاعك فطاو عليها واش فطاو عليه ثلاث ملايين الرئيس الجزائري لو كان يهمك سمعتك ويهمك شعبيتك ويهمك قرارك أول شيء يديره ورفض هذا الدستور لكنك راح تفوته لأن الدوائر الخفية أرادت هذا الدستور وريح يدير قوانين انتخابات يديرهم لك العرابة المرفوض والملفوض شعبي رايح يزيد يدير الكوة لأن هذا العرابة ابن دوائر المغلقة ابن الدولة العميقة رايح يزيد يدير هو قوانين الانتخابات وريح تمرر الانتخابات في أي ظروف كانت ودير برامان وبعد ذلك تبقى تتباهى بإنجازات أو مر عام على حكمك ما هو الانجاز بديتها في جونفي رحلة إلى ألمانيا باش تفرض صوت الجزائر في المجتمع الدولي فيما يخص الملف في الليبي أنهيتها في ديسمبر 29 ديسمبر 2020 وأنت عائد على كرسي متحرك أو في ظروف أخرى من ألمانيا وأنهم تقنع الجزائريين أنك بخير فقط لم يعد تلك الملفات تهم هذا بسبب ممارسات بسبب محيط بائس على الرئيس إذا أراد أن لا يكون ضحية محيطه وربما على طريقة أسوأ من طريق متفليقة أن يعيد مراجعة المحيط نتاع الرئاسي هادم المستشارين هادم اللي ما يصلحوش يسيروا صفحة في الفيسبوك طير يدبر خبز على روح ويروح يخدم في الجرائد كما موالف الحكومة أيضا يتم حل هذه الحكومة وتشوف تشكيل حكومة جديدة تتكون من طاقات حقيقية عادة وضع العسكر يكون دورهم يرجعوا إلى ثكناتهم ما عندهمش علاقة بالمشهد السياسي السياسي خليهم يقوم بدورهم في حماية حدود الجزائر وفي حماية الأمن القومي الجزائري وما إلى ذلك من هذه الأمور التي أوكلت إليهم دستوريا أما الملعب السياسي خليه للسياسيين خليه للأحزاب السياسية الحقيقية هذه الأحزاب انتع للدككي الحزبية اللي كانت تسبح بحمد متفريقة كلها تستحق الحل حتى جبهة التحرير يجب أن تذهب إلى المتحف حزب لارندي هذا الحزب اللي انبتبش لغمه في التسعينات وتحول إلى وكر المرتشين والفاسدين والمفسدين إن كلها أحزاب لا قيمة لها خلي الأجيال الجديدة تشكل منظومة حزبية حقيقية تكون مقنعة للجزائريين وتبحث عن غد الجزائر في مرحلة صعبة وفي مستقبل أصعب مما يمكن تخيله لا يليق برئيس جمهورية أن يكون محيطه من أشباه المسؤولين وربما حتى من أشباه الرجال الذين لا قيمة لهم في بيوتهم كيف راح يكون لديهم قيمة بين الجزائريين عودة الرئيس على كرسي متحرك وبهذه الطريقة البائسة التي لم تقنع حتى القائمين عليها ولا حتى التلفزيونات لو لا أنها هناك قبضة حديدية على وسائل الإعلام لا قيل الكثير نحن بهذه الطريقة لا نريد فتنة ولا نريد زج بالجزائر في مستنقعات ولكن إذا كان حرك شعبي وصل الحال إلى هذه الدرجة من يعيش في هذا الوهم وهذه الأكاذيب لا تلوم الجزائريين إن طالبوا بالعودة إلى حركه لا تلومهم ما تلومهمش أصلا لأنه لم يحقق لهم بل أنتم تعطون فرصة للناس الذين كانوا يريدون من الحرك الشعبي أن يدخلوا الجزائر في صراعات وحروب وفتن وكذا وكذا أنتم بهذه الطريقة تعطوا لهم الفرصة أنتم تعدون الرئيس ولا أين البروتوكول الرئاسي البروتوكول الرئاسي هذا رأي نستقر عليه وتتكون عليه باش تعطي صورة يرى للرئيس رأي ظهور الرئيس رأيه قبل أن يتكلم هناك رسائل في ظهوره أنتم بهذه الطريقة أعطيتوا رسائل بوتفليقية بائسة بمعنى الكلمة ما العيب أن يظهر الرئيس على كرسي متحرك لا يوجد عيب أظهروه على كرسي متحرك لأنه هنا وانظهرتوه على كرسي متحرك رايح تفضح أنفسكم أكثر مما أنتم مفضوحين على مدار هذه الفطرة التي قضاها الرئيس في ألمانيا ولكن تفاديتم هذا الأمر حتى لا تقعوا في هذا الفخ خدا أنه الرئيس رح يوقع رح يوقع قانون المالية كيف رح يوقعه رح ممكن أنا أقول هالكم ممكن إذا الرئيس ممكن يقدر يوقف يوقف هكذا صورة جماعية والرئيس واقف أقف بعد ما يوقع لأنه أكيد رح يوقع جالس توقيعي رح يوقع جالس وبعد ذلك صورة ذكرية وهو واقف ربما رح يوقف الثواني وانتهى الأمر لكن ظهروه للجزائريين وهو يمشي إذا ما يقدرش يمشي صارحوا الجزائريين بأنه الرئيس صاروا جراء عملية جراحية في رجله ورحوا يتعافى وآن حاليا ما يقدرش يمشي بسبب رحوا عملية جراحية وهذه أنه نعم رفهم الناس رياضيين نجوم العالم أجروا عملية جراحية ويظهروا على عكاز وكي يظهر على كرسي متحرك عادي حتى يرتاح الجرح بتاعه ما فيها بأس ما فيها حتى إشكال لما تكون الصراحة والشفافية أما لما يكون الكذب سيصير مصير الدولة أنها لا تجد لا تجد حتى من يصدق أكذيبها من عوام الناس مش أنه خبل أنت مره يريد مش قضية الرئيس لما يظهر هذا كين دول تشوفيه كين أجهزة استخباراتية عالمية تشوفيه كين دول معادية تشوفيه كين شعوب تشوف فيه كين وسائل الإعلام تشوف فيه كين جزائريين يشوفوا فيه كين 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 الأمر رغمش فقط يهمكم كيفاش أنتم تشوفوا الأمور ها هي خطوطك يمشي ويجلس ويقعد الكلمة اللي يقولها فيها رسائل لدول ورسائل إلى هيئات ورسائل إلى منظمات ورسائل إلى وسائل الإعلام وأنتم بهذه الطريقة وش بالرسائل قاعدين تقدم؟ تقدموا رسالة واحدة أن الدولة الجزائرية دولة بائسة دولة ضعيفة لم تعد لديها أي قيمة حتى في التعامل مع رئيس جمهورية هذا اللي وصلنا له السبب واش؟ أن الذين يطبخون الطبخة ما يفكروش بعقولهم كين ناس من كازرنات يفكروا لهم ويبعثوا لهم ديروا هكذا بديروا هكذا أنت مسؤول ما تحتاجش واحد يفكر لك أنت تقوم بواجب ما يجب أن تقوم حتى الرئيس بحد ذاته بروتوكولاته لكل خطياته يديروا هم له وهو لازم يطيعوا لازم ينفذوا لازم يدير واشي يبغل هذم القيمين بالبروتوكولاته إخواني الكرام حتى لا أطير عليكم أنا والله العظيم شعرت بإش مئزاز كبير كنت أتمنى لما جاني خبر عودة الرئيس ونشرته كنت أتمنى أن يظهر الرئيس وهو نازل ماشي حتى يبدد كل الدعاية ولكن ظهور هذا زاد دعايات أخرى ولا تقولوا أن الدعايات لن تظر عن بعض بعض ينصروا واش يهمني فيهم نحن ماشيين دولة الجزائرية أبدا حتى جمعت بوتفليقة كان يقولوك حتى أو يحيى كان يقولهمك مشوفوا كيف شو الله مصيرهم وإذا وصلتم على هذا الطريق سيكون مصيركم أسوأ ما تنسوش يا شنغريحة ويا تببون ويا غير ويا علي بن علي ويا غيركم أنكم فتوا سبعينات من عماركم لم يبق لكم الكثير في الدنيا هذه قداش فازلت رح تعيشوا في السلطة وفي الجاه وفي الفخفخة هذه فكروا في الأجيال القادمة فكروا في الدولة فكروا في أولادكم أولادكم أنتم ترحلوا ها والقايد صالح كان أقوى رجل في الدولة الجزائرية ها ورحل وهاك تشوف كل من هبه ودب صار يتطاول عليه ويستهدف أولاده ويستهدف أسرطه سيكون حالكم أسوأ رغم أنها مقارنة غير مقبولة لأن هذا الرجل في عام الأخير قدم للجزائر ما يمسح كل خطياها السابقة على الأقل أمامنا نحن كجزائريين أما مع رب العالمين هو الآن عند ربه ورب أعلم به مننا هذا ما أردت أن أقوله على اليوم وسنتواصل إن شاء الله هناك جوانب أخرى سنتحدث فيها بإذن الله في مداخلات أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد